ومحاولات مقاطعة الانتخابات عن طريق الكونغرس المترشحون يواصلون الحملة الانتخابية في اليوم الثالث واربع يرغي تجمعه بسقه راس المترشحون يجبون ربوع الوطن في ثلاث يوم من الحملة وتساؤلات عديدة حول ميزانيات المترشحين الست لتمويل حملاتهم الانتخابية تحديات وانجازات في قطاع الزرع خلال فترة الرئيس ابو تفريق والفلحون سيستفدون من قروض بدون ثوائد أهلا بكم إلى تفاصيل حصادي أطهرة إذن عادت وسائل الإعلام المغربية للتحمل مجددا على الجزائر حيث نقلت ما اسمته توجه مزيغ الجزائر لمقاطعة رئاسيات السبع عشر الأفريل القادم في خطوة مغربية جديدة لتدخل في الشان الداخلي للجزائر المزيد في سيخ تقرير محمد بومتجو مرة أخرى المخزان المغربي يحشر أنفاه في القضايا الداخلية للجزائر محاولة التمسك بأي حدث في الجزائر لإثارة النعارة والفتن فبعد تمزيق العالم وإذكاء نار الفتن في غردايا ها هو يسعى جاهدا لمحاولة التأثير في سير الانتخابات الرئاسية عن طريق اللجوء إلى الكونغرس العالمية الأمازيغية الذي دعا الأمازيغيين في الجزائر لمقاطعة الاستحقاقات الرئاسية حيث كشف رئيسه خالد الزيراري في تصريحات تهافتت الصحافة المغربية على نقلها كشف فيها أن هناك تنسيقا للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية بل وذهب أبعد من هذا حين وصف وضع أمازيغ الجزائر بالأسوأ والأسود والأشنع في بلدان شمال إفريقيا في محاولة لإثارة الفتن هي محاولات بائسة من النظام المغربي الذي بات لا يفكر في أي شيء سوى محاولة هز استقرار الجزائر عن طريق إثارة النعارات وإذكاء نار الفتن بين الجزائريين إذن دخلت الحملة الانتخابية يوم الثالث حيث يسعى كل مترشح لعرض زبدة برنامجه لاستمالة النخبين فمراشح جبهة المستقبل عبدالعزيز بالعيد وبعد أن زار الجلفة ثم البوليدة توجه اليوم إلى عين الدفلة ليلتقي أنصاره عبدالملك سلال مدير حملة المترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة وبعد تنقله بين ولايتي أضرار وتمنراست مرورا بمدينة الورود البوليدة وصل اليوم إلى المحطة الرابعة برج بوريليج مترشحة حزب العمال لويزا حنون وبعد زيارتها لكل من عنابة وسكيكدا وقسنطينة غيرت وجهتها إلى الغرب مدينة أشلف محطتها الرابعة المترشح علي بن فليس الذي توجه إلى مدينة ورقلا ثم الوادي لتكون هذه الخط الأخيرة المحطة السادسة له في ظرف ثلاثة أيام أما المترشح علي فوزي ربعين فقد ألغى تجمعه والمزمع عقده صباحة اليوم بولاية سقهراس احتجاجا على موصفه ربعين باستغلال كل من عمر بن يونس وعمره للقيادين يشرفان الذين يشرفان على تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة بملئي قاعات تجمع بموظفي الوزرات أما المترشح موسى تواتي فقد استهل الزيارة التي تقوده لولاية غردايا في سياق الحملة الانتخابية التي دخلت يومها الثالث بلقاء جواري مع فعليات المجتمع المدني الغردوي موسى تواتي الذي يعده أول مرشح من بين المترشحين الست يدخل المدينة ويغزل صوات الغردويين واستمع أيضا إلى انشغلاتهم مبعوث تلفزيون نهار إلى غردايا هشام شريف بعث بتاني كون نوصل لولي الدولة قانون ذات ميكيال واحد منظم لما توصل أنت تعدى عليه أو أنت تعدى عليه أنت تحترمني وأنا نحترمك وكين يكون كين خلاف بناتنا نلجأ إلى حاجة واسمها عدالة تأخذ حقك أو أخذ حقي بدون أن تريق دمي أو أريق دمه فهذا هو المشكلة الحقيقة الآن دولتنا ما فيهاش عدالة حتى لو أن جاء وقف العملية ولكن ما بعد هذه العملية هل تطفى النار أم تبقى سائرة لأجيال وأجيال كما كان إن شاء الله نقول إحنا نتمنى أن الفتنة تحبس وأن كل القضايا تمر عن طريق العدالة وهنا يبدأ ابن غرداية من قرفين أنه يبدأ ينظر إلى أخيه كأنه جزائر المتدررين هم مواطنين ولد غرداية انطلقوا الحملة الانتخابية لرئاسيات قبله العديد من الاحتجاجات لمعارزي الانتخابات حيث تباينت أراء المواطنين بين مؤيد لخياري المقاطعة أملا في ولادة نظام جديد ورافض للفكرة طمعا في حياة أفضل خلية من المشاكل نتبع المزيد معنا نريمان قداش تتميز الاستحقاقات الرئاسية القادمة في الجزائر بظهور حركات ناشطة لمعارضي النظام من خلال الاحتجاجات والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حيث تضاربت أراء المواطنين بين مؤيد لهذا الطرح ومعارض لها وعلى النقذ من ذلك ترى فئة أخرى من المواطنين أن هذه الحركات تعمل من أجل إثارة الفوضى وتهدف إلى الاستياد في المياه العكرة أتعجبني في المعارضة المعارضة وسطتنا غير الخراب غير المشاكل بين هذا وذاك تبقى الجزائر محتاجة إلى أبنائها وتضافر جهود الجميع حتى لا نعود إلى ما مرنا به خلال سنوات التسعينات تباينت مواقف والجزائريين القاطنين بالأحياء الرقية والشعبية حول موضوع الانتخابات الرئاسية وخيار المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي من عدمه رادية بن هبات تجولت في بعض الأحياء وعدت بتالي تختلف الأحياء في الجزائر من منطقة إلى أخرى كما يختلف الاهتمام بالحملة الانتخابية من حي إلى آخر ففي الأحياء الراقية تراوحت الآراء بين الامتناع عن التعبير والتفاؤل بغد أفضل وبالاتجاه إلى الأحياء الشعبية التي تضم شريحة كبيرة من الطبقة البسيطة لمسنا عدم الاهتمام بالانتخابات وغياب للثقة في الانتخابات وفي نزاهتها وتأكيد على تواصل سياسة تهميش الشباب انتخابات هذا ما أصلا من البداية حمه زاله نحن لا نتبه الانتخابات أنا نتكلم ضامر نحنو بيس كشغل نحكي باسم الشباب نحن كما نقول ديجان عفوك فش نخمه الفوط هذا يا أخونا مهمناش نحن مهمناش على كل حال ومحشن فوطه هذا الحملة الانتخابية ما نتبهها ما نستمع بها نحن 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 معكم سلام عليكم أيام فقط منذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية وتحدية كبرى تنتظر المتسابقين إلى كرسي الرئاسة أهمها كسب ثقة الجزائريين بكل طبقاتهم وإقناعهم ببرامجهم ثم بضرورة وأهمية الانتخاب فتحوا ملف الخدمة الوطنية في رئاسيات 2014 لكن غير المألوف هذه المرة مقترحته بعض أو مقترحه بعض المترشحين حول فتح الخدمة الوطنية على المرأة الجزائرية اختياريا وليس إجباريا هذا الاقتراح ترى استغراب المواطنين فيما لم يعترض عليها البعض الآخر التفاصيل مع أسوى عبد العثمان فيما يلعب الكثير من المترشحين على وطر الخدمة الوطنية وتقليصها لكسب ثقة الشباب ذهب آخرون إلى إعطاء المرأة حرية تأدية الخدمة العسكرية في الجيش مثلها مثل الرجال وعلى رأسهم عبد العزيز بلعيد والمترشح الويزة حنون نحن نطرب من الفتيات اللي يرغبوا أنهم يدخلوا ويتكونوا وهذه تعطيهم أسباقية في العام الأول وأيضا تعطيهم خبرة وثاني تعطيهم أقدامية بسنة وبالتالي يكون اختيار الجميعيات والجيش العصري وفيه دول المرأة متساوية مع الرجل في دخل المؤسسة لابد أن ننشوف المؤسسة العسكرية كم مؤسسة غريبة علينا تجنيد المرأة اعتبره الكثيرون مخالف لطبيعة المجتمع الجزائري الإسلامي المحافظ وكذا عدم قدرة المرأة الجسدية والنفسية لاتخاذ هذه الخطوة فيما رحب البعض بهذه الفكرة وما بين مؤيد ومعارض يبقى على المترشحين سوى دراسة برامجها من كانت تلقى القبول أو الرفض قبل الإعلان عنها ومع انطلاق الحبلة الانتخابية هناك العديد من التزاؤلات في أذهان المواطنة الجزائرية حول ميزانية المترشحين الست لانتخاباتها 17 أفريل المقبل حيث يعد مصدر الأموال التي يجمعها المترشحون شيء الأساسي لشني حملتهم الانتخابية ورد أقشيش وتفاصيل أثار النسق العالي الذي فرضه بعض المترشحين لرئاسيات تساؤلات حول مصادر تمويل حملتهم الانتخابية على خلفية أن القانون العضوي للانتخابات حدد سقف المصاريف في الدور الأول بوتفليق الذي يبدو أنه في أريحية مالية مقارنة بباقي المترشحين بعد أن ذخ رجال المال والأعمال قرابة 750 مليار سنتيم في حملته ويظهر علي بن فيس في راحة مالية بعد أن استطاع جمع مصاريف حملته التي لم يكشف عنها بالاعتماد على هبات وتبرعات أنصره والمتعاطفين معه موسى تواتي المترشح لرئاسيات للمرة الثانية والذي يطرح نفسه كمرشح الزوالية اعترف بأنه يعيش ذائق مالية أثرت على نشاطه خلال الحملة الانتخابية موسى تواتي أكد مصادر مقربة منه أنه استطاع جمع 200 مليون سنتيم لحملته فيما يعاول بالعيد عبد العزيز على تبرعات المتعاطفين معه من مناظر حزب جبهة المستقبل أما المترشحة لويزة حنون زعيمة حزب العمال التي تخوض غمار الرئاسيات للمرة الثالثة فهي تعتمد على اشتراكات مناظرها والهبات المقدمة من قبل قيادات الصف الأول في حزب العمال من برلمانيين هذا وفضلت العديد من مدومات المترشحين السيد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 17 أبريل القادم فضلت انتهاج سياسة تقشفية في الحملة الانتخابية خصوصا في عملية الساق الملسقات بالمساحات الإعلانية المخصصة لها المزيد في تقرير سمايا سماش أهم ما طبع انطلاق الحملة الانتخابية في أيامها الأولى ضعف الدعاية عن طريق ملسقات المترشحين لرئاسية 17 أبريل حيث خلت معظم المساحات المخصصة للإلساق من صور المترشحين عاد بعض الأماكن القريبة من مقر المدومة والتي تعد على الأصابع لو أبنائنا اللي مكلفين يديروا الملسقات يحترموا القانون ويلسقوا في الخانة رقم اثنين اللي هي مخصصة للسعلي بن فليس ولكن أنا كيسألوني على هذه قتلهم إحنا كورة ماء وأسخية مرة على مرة كنصيبوا خانة ما فيهاش ملسقة ننسقوا فيها نتعلم المترشحة نتعنا تجاوزت من طرف الشباب ما نظنش بلي خروقات كبيرة التأخر أو العزوف في إشهار وتسويق صور بعض فرسان قصر المرادية أرجعته بعض المداومات إلى ضعف الميزانية حد الساعة التموين للدولة تعطيه للمترشح ما زال ما وصل في الحساب البنكي تعل المترشح لهذه الأسباب خلتنا باش نستعمل ونبدأ الحملة الانتخابية بالمنسقات اللي بقاولنا من الحملة الانتخابية إذن هي حملة انتخابية باهتة وباردة في بدايتها الأولى فتحت المجال لبعض المداومات للقيام ببعض التجاوزات والخروقات الغير قانونية في انتظار تحرك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا يختلف اثنان على أن لمكاتب صبل الأراء دور هام في أي استحقاق انتخابية حيث يتم قياس رأي وموقف الشارع من المترشح لكن الغريب في الأمر أن هذا النوع من الاتصال يبقى خارج اهتمامات المترشحين الستة المزيد في تقرير من المجرب في الوقت الذي تعتمد فيه الدول الغربية على مكاتب صبل الأراء في مختلف الانتخابات لقياس رأي الشارع فيها نجد على عكس من ذلك غياب تام من هذا النوع من الانتخابات بالجزائر ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لغياب مثل هذه التقنية في بلادنا أمر الذي يجعل هذه الوكالات لا تنجد صبل الأراء في الميدان السياسي في الميدان السياسي أو في الميدان السياسي هو الأمر الذي يتعلق به اليوم لأن الطلب مكانش في الجزائر ما زال هنا من عملوش أمور من عملوش سياسات مبنية على إحصاءات مبنية على تقديرات المترشحين الانتخابات هم الذين يعملوا طلبات على التوجهات الرأي العام هذا ويجعل عارفون بخبايا تخصص صبر الأراء غياب هذه التقنية في الانتخابات الجزائرية يعود بالدرجة الأولى عدم مبالات المرشحين بمكاتب صبر الأراء ومدى فعاليتها يعني أقول تقزيم مربما الكلمة ما هيش قاسية ولكن هناك عدم الاهتمام برأي المواطن لأن صبر الأراء ما هو إلا وسيلة من الوسائل وأليات الديمقراطية كمثل انتخاب وفي نفس الوقت عادت النظر بالنسبة لإصحاب القرارة بالنسبة للناخبين أو المترشحين في انتخابات لتقييم مدى نجاعة مقومون به من السياسات على خلاف العديد من الدول الديمقراطية التي تعتمد وتنتهد سياسة وحطة افتراضية مبنية على مكاتب صبر الأراء في أي نوع من الانتخابات تبقى مكاتب صبر الأراء آخر اهتمامات الفرسانة الستة لقصر الموردية ونظرا للحدث الذي تشهده الجزائر وهو الانتخابات الرئاسية كشف سعد دامة عن استنجد عدد من المترشحين لرئاسيات بخدمة الجيل الثالثة المزيد في ميكروفون زهيدة ثابت كل المترشحين قاموا بتقديم طلبات لتزويدهم بكل الحلول التقنية لموبيليس وقد قمنا بفعل ذلك في إطار تجاري بحث وهذا الطلب متعدد هناك خطوط هاتف نقال لوحات هناك أيضا خطوط خدمة الجيل الثالث وقمنا بتلبية الطلبات في الوقت وبسرعة طابع تجاري بحث طلب وفوترة بعيدا عن رئاسيات محلية تصنف قرية تنفوس ببلدية الغيشة بالغواط ضمن القرى النائية وكثيرا ما يقال عنها أنها قرية منكوبة نظرا للأوضاع المعيشية التي تخبطوا فيها قاطنها سكان قرية تنفوس ينتظرون من الرئيس القادم اهتماما أكبر لإعادة إحياء هذه المنطقة تقرير سعدوي العرج وأمير الدين إخلاف بين هذه الغبات والجبال ببلدية الغيشة بالأغواط تقع قرية أنفوس صعوبة التضريس وبعض المنطقة عن التجمعات السكنية الكبرى جعل منها واحدة من أفقر المشات في هذه الولاية منطقة عانت سكانها من ويلات المستعمر بان الثورة التحريرية معروفة ببسلة أهلها الذين كانوا يتسمون بالإرادة والعزيم القوية في مقاومة الإرهاب خلال العشرية السوداء ينتظرون من الرئيس الجديد حلولا لإحياء هذه المنطقة المنكوبة رأيس اللي يجري ما يرسلنا ما نوصلوه ما نشوفوه احنا يعجلوا مبروك ونطلبوا للتزير إن شاء الله قاع ربي يحفظها الصحة اللي فيه نروحهم يخذ زرير كل بلاد ما نقول شكا ينفوس رحا ربا ما كايمة اللي أكثر ما نفوس مع زولة والله قال خلالنا طلبوا من البشأولين اللي من الوالي للبلدية فلنضرب أي مرحمة ويوقفوا الرئيس الجديد نتمنى اللي فيها الخير الله يجيبه إن شاء الله صالح الأمة ويوقف الأمة وردها البعض هبعض نتمنى وهو اللي يجي إن شاء الله هي مجرد آمال وأحلام تستيقض في كل مرحلة انتخابية وتتبخر بعض فرز الأصوات فهل سيكون الاستثناء هذه المرة ونبقى في قطاع رئاسي الدائما حيث عرف القطاع الزراعي خلال فترة حكم الرئيس المتهية ولاية عبدالعزيز بوتفليقة الكثير من التحديات والإنجازات باعتباره ركيزة أساسية تساعد على ضمان الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية إلا أنه لم يخلو خلال هذه الفترة من المعاوقات المزيد في تقرير ناسي مالوافي تلعب الزراعة أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وهذا ما ركز عليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم حيث وضعت العديد من الاستراتيجيات والبرامج لتنمية وتطوير القطاع الفلاحي ورغم ما تحقق من نجاحات باهتة في هذا المجال إلا أن وقع الزراعة من خلاله الأمن الغذائي يبقى دون الطموحات التمويل اللي مشاه في الإطار هذا يفوت قريبا 13 مليار ولا 15 مليار دولار في الميدان الفلاحي ما أعطاش نتائج سينفيكاتي ومن أجل مواجهة الآثار الوخيمة وتحقيق النجاح الفلاحية ينتظر من الرئيس المنتخب في أفريل القادم الاعتماد على السياسات المغيرة لتحقيق النتج القومي المحلي تمويل الدولة يجب أن يكون لديه هدف استراتيجي على أفريل تحقيق الأمن الغذائي هو من أكبر التحديات التي تواجه الزراعة الجزائرية على كافة المستويات لتغطية الفجوة الإنتاجية والتقليل من التبعية هذا وسيستفيد الفلاحون الذين تحصلوا مؤخرا على عقود ملكية في طري تنازل عن الأراضي الفلاحية من قروض جديدة بقيمة تتراوح بين الخمسة وستة ملايير سنتيم من دون فوائد شريطة استثمارهم في إنتاج منتجات فلاحية استراتيجية وتلك التي تعرف اختلالات من حيث الندرة والأسعار حيث أعلن بنك الفلاحة والتنمية رفية حسب ما جاء في مقال اليومية النهار على لساني الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي عن منتوج جديد سيكون عمليا خلال الأيام القليلة القادمة يرمي إلى تمويل الفلاحين الحائزين مؤخرا على عقود ملكية بقروض متفاوتة أو ما يعرف بقروض التحدي تتراوح قيمتها بين الخمسة وستة ملايير وذلك بالاستناد إلى مساحة الأرض الفلاحية بغردايا حلت سعيدة بن حبيلس في أول خرجة الهام منذ توليها الأمانة العامة للهلال الأحمر الجزائرية في برنامج يدوم اليومين لجمع الشمل وفضاء لزرع الأمل من أجل الحفاظ على الأمن نشيط نتعرف عن المنشاط الميداني للفروع الهلال الأحمر وأنا معجبة بالمجهودات المبذولة من طرف إطارات والمتطوعين الهلال الأحمر في دائرة بريان يعني الهلال الأحمر نركز على أنه فضاء لجمع الشمل فضاء لنشر الأمل وهذا كله من أجل الحفاظ على كرامة الجزائريين والجزائريات في موضوع آخر يدور جدل واسع في عدد من البلدان العربية حول مسلسل الأبطال التسعة وتسعون لكون أبطاله يحملون أسماء الله الحصن التسعة وتسعين ويقومون بأمور ليست من قدرات البشر ما طرح حالة تذمر في البلدان العربية وصدرت فتاوي تؤكد منعه من البث لكون هي مص الشريعة الإسلامية ويشوش الأفكار والمعتقدات ورقة في الموضوع لزميلة زهيدة ثابت أصدرت سلطة المعنية في السعودية فتوى تحرم مشاهدة مسلسل الصور المتحركة الأبطال التسع وتسعون للأطفال معتبرة إياه عملا باطلا يجب إنكاره والنهي عنها ورأت لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء في قرارها أن المسلسل الذي يعرض حاليا في قناة خاصة بالأطفال والتي يملكها رجال أعمال لسعوديين عملا باطلا يجب إنكاره تعظيما لأسماء الله وصفاتها ويدور جدل حول المسلسل لمؤلفه الكويتي نايف المطوع لأن أبطاله يحملون أسماء الله الحسنة التسع وتسعين ويقومون بأمور ليست من قدرات البشر ما أثر تدمر الكثيرين في الكويت والسعودية وصدرت الفتوى موقعتا من قبل مفتعام المملكة السعودية وست آخرين من أعضاء اللجنة ويؤكد المعارضون لبث المسلسل أنه يمس الشريعة الإسلامية ويشوش الأفكار والمعتقدات كما أنه يظهر أبطاله بقدرات تضاهي قدرات خالق بالنسبة بالنسبة الفيلم الذي يحمل عنوان أبطال تسع وتسعون الذي تبثه بعض القنوات الفضائية وفيه تشخيص بالنسبة لأسماء الله الحسنة المقدسة تشخيص أسماء الله الحسنة لا يصح تمثيلها في الأشخاص ولا في غصوم المتحركة لماذا قالوا لأن فيها خدش في ما يسمى في العقيدة الإسلامية ويوجه المعارضون للمسلسل اتهامات إلى المنتج مشيرين إلى تكريمه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالإضافة إلى نشر صور المسلسل في مجلات أمريكية ويحظى المسلسل بضعم كبير بحيث يُعرض في نحو سبعين دولة فضلا عن مدينة ألعاب تحمل الإسمى ذاته في الكويت وإصدار مجلات وأدوات مدرسية تحمل الأسماء ذاتها تعرف مدينة قسنطينة بصناعة النحاس في الجزائر حيث يعتبر النحاس لونا من أنوان تراث الجزائرية وديكورا يضفي لمسة سحرية رفيعة الذوق والمقام في كل بيت تقرير عبدالجليل الحنديس وفلا بحضبة يعتبر النحاس في مدينة قسنطينة من أرقى ديكورات نظرا لجذوره المترسخة ضمن تقاليد الجزائرية مهنة لها عراقة ومكانة خاصة حيث ظلت صناعته ركيزة أساسية للحياة اليومية ونشاطا تجاريا يدخل كل بيت الهدف من هذه الأرويقة هو تسويق المنتوج التقليدي لا يقتصر فقط المنتوج التقليدي لولاية قسنطينة وإنما لكامل توراب الوطن أي حرفي اللي هو موجود في الجزائر كاملة عنده الحق أنه يجينا سيقوله المنتوج نتعول لها محل الصناعات التقليدية التابع لغرفة الصناعات التقليدية والحرف يشجع على تدعيم وترسيخ هذه الثقافة حيث يستقبلوا الزبائن ويلبي كل طلباتهم هذه الحانوت مليح بزاف يبيح حويج لكلاس وصيغار دو تخوفي ديشوز كمسا وهذا الحويج يمثلوا قسنطينة وقسنطينة عندها تاريخ عريق الحمد لله يعني اللي ما زالوا كينين دي جان يخدموا حويج كيما هكا أنا بيخصون المون ننصح كل مرأة تحب تدير لدارها تعدلها تولها ننصحات جي تقديمنا هذه الحانوت النحاس لون من ألوان تراث الجزائري وفسيفساء تذفي لمسة سحرية رفيعة الذوق والمقام